أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دياء رشوان أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سراينها في قطاع غزة أضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما يتم تشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرف يتفق الهدنة مشيرا إلى أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة